السلام عليكم واهلا بكم في فري ايفنت جديد معكم ياسر شعبان لو الصوت واضح اكتب واحد في الشات لا سمعت. لو الصوت واضح اكتب واحد في الشات لا سمعت. اهلا بكم ان شاء الله اكونوا كلكم بخير. اه طبعا سعيد بكم بوجودكم في الفري ايفنت بتاع النهاردة. اه وفي الحقيقة طبعا كل عام وانتم بخير يعني العشرة زل حجة وانا عارف ان الناس في ناس صايمة وفي ناس اه اه اجازة النهاردة في مصر ومش عارف بي ايه بس بصراحة لقدت هتجيلوا بعد العيد بس بعد كده قلت اختلاص يعني ايه نقضيها ساعة في السريع كده تبقى لذيذة احكيتكم قصة ونروح على طول. اه طبعا انا مش عارف اه الناس هنا اه كلها عارفان يولقها بس طبعا انا شايف بالاسامي الفونس كريم حبيبي شايف ان اسامي اه الناس ايه يعني معظم الناس عارفها بس انا يعني كنت عاوز اعرف بس اللي موجودين بتاعهم ايه بس يعني مهندسيين طلبة اه ربنا يبرا فيكم انا عام ولا عارفوا على حاجة اه عاوز يعني اعرف اللي موجودين يعني اللي موجودين بس ايه ايه مشرف سيانة مش عارف ايه مهندس ايه مش عارف ايه جميل فانس عبو حسن حبيبي طبعا خلي كل الكتابات اكتوا عشان شايف ناس كتبته اه فخليها عشان لو انت سألت سؤاله لحاجة الناس تشوفوه حبيب ابو صامرة حبيبي. اه فطبعا شايف ان فيه الناس كلها تقريبا ان ايه الناس كلها انا عارفاني مع اني اصلا كنت ايه قلت الافنت ساعة اه قلت يعني ايه نص ساعة اتكلم عن نفسي ونص ساعة اتكلم في بس واضح كده ان كل الناس عارفاني فمش هادر اتكلم عن نفسي يعني. هختصر يعني الكلام عن نفسي يعني الخمسة وعشرين دقيقة بدل نص ساعة. اه ان كميل جميل انا شايف ناس جميل ماشي انا شايف حبيبي ربنا احفظك ربنا بارك فيه. خليك بقى بقى انت عدت تقولي كلام حب خليك عما كانت بقى يعني حبيبي حبيبي. اه انه اردنا ان شاء الله بإذن الله اه طبعا والعدة كبير جدا اللي حضر الابنت اه اه فانا احاول بقدر الامكان اللي انا اكون يعني كلامي ايه واضح وصريح واربنا احب احفظك وانصح اه واضح وصريح واختار الفاظ بسيطة بحيث ان الناس كلها ايه اللي قاعدة تفهم يعني. يعني حتى لو ايه حد صغير ولا حاجة قاعد طالب ولا حاجة لانا شاهد برنا في طالب موجودين. اه 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 فانا لو في حد صغير حاجة ايفهم كلامي. اه اه النهاردة انا في الحقيقة اه اخترت موضوع اه هو موضوع متقدم شوية في هو اللي واحد بنسميه الارسي ام تلاتة او الارسي ام ثري. وفي حقيقة انا هو موضوع حديث جدا يعني. يعني من احدى المواضيع اللي هي اه 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 موجودة اه في الجيل الاخير او الجيل الرابع في المنتمينس. اه فانا حاول اختار الالفاظ ببساطة واحكي لها القصة كده في ساعة بحيس ان انت تطع بعد الساعة استفدت شيء من القاعدة دي. يعني هي دي القصة يعني. حبيبي ربنا يحفظك. اه اول حاجة طبعا انا كنت ايه نوع الكلام عن نفس شوية بس واضح ان انتو كلكم عارفيني فانتو خلاص هو يعني اللي ما عارفتنيش يعني اسمي هو تنخش على الايه? على جوجل ويممكن يعني يعرف عني اكتر يعني قصتي ايه? انا باختصار يعني انا اه استاذ ادارة الاصولة المشاركة في قليلة الهندسة. يعني انا عوض واي كدريس يعني في الجامعة. استاذ في الجامعة يعني واشغلتي اللي هي والكلام ده يا جماعة ولا عرب ولا حاجة والله يا جماعة عمري ما قلت عن نفسي كده انتو اللي بتقوله واس انا كنتش عارف اصلا عرب يعني ايه? اه اه فده دي يعني باختصار يعني انا شغال ايه? يعني المجال ده اللي انا بقى تكلم فيه اه ده تحصصي سواء او سواء اكاديميك او سواء او كده. اه في الحقيقة اه انا مقدرش اتكلم عن اه الار سي ام اه فري قابلي يعني ما احكي لك قصص غنانة كده اه بسيطة قوي بسرعة عشان تفع من الموضوع السيانة ده يعني ايه خد وقته يعني هو مش اه وليد اللحظة دي. اه الصيانة مرت بتلاتة اه يعني اه تلاتة اه 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 وحاليا دوقتي احنا في الجيل الرابع. يعني ايا كان فيه تلات اجيال صابقة للجيل اللي احنا فيه دلوقتي. اه او باختصار يعني ممكن تقول لهم اربع اجيال يعني. اه في الحقيقة الاجيال دي هم بيحاولوا يربطوها اه مع الثورات الصناعية وان كان ربط فيه غلط بس هم بيحاولوا يربطوها مع الثورات الصناعية. الانسان مر باربع ثورات صناعية. اه اه ثورة الستيم وثورة الخطوط الانتاج والمحركات الديزل والمحركات البنزين والكلام دوت. والثورة التالتة بتاعت الانترنت والثورة رابعة اللي احنا عايشين فيها دلوقتي. اه اللي هي اه خاصة بيه الديتا والكلام ده. بس اولات ديت هم بيحاولوا يركبوها عليها السيانة. هبيقولوا اه ان زمان كانوا اه بيصلحوا بس يعني بيصلح لما اه الحاجة تبوز. وكانوا بيسموها او بيسموها او رانت وفيل او او يعني بلا يتدخل اه الا لما يحدث بمشكلة يعني. اللي هو كان الجيل الاول. الجيل الاول دوت اه ما كانش ينفع نتكلم عن ايه ونقول عليها السيانة بس. السيانة ليه? لان ما بتحركوش الا لما بتحصل ايه? الا لما بتحصل اه مشكلة. اه بعد كده اه قالوا خلاص يا جماعة ان نحاول نمنع الفيلير ده ودخله في الجيل التاني انا احكي الاجيل بسرعة عشان بس ايه اه دربط الكلام مع بعضيه. عشان لو لو حد اول مرة يسمعني. اه الجيل التاني ده هتقعدوا لي بقى اللي احنا نتدخل في فترات متساوية بحيث اللي احنا نمنع الفيلير وعملوا حاجة اسمها البي ام او بقى في كلمة وسموها او السيانة المناعة او السيانة الوقعية. وبعد كده اه بقى فيه عندنا اه اكتيفتي فبدأ يظهر حتة اللي احنا عندنا لازم يكون في بلانينج وفي سكاجولينج فبدأ يظهر كلمة منتنانس منجمينت. فمنتنانس منجمينت بدأت اه اه بدأت اه في الجيل التاني. المحاضرة بتاني وسجلة اه بتنزل بعد كده على على اليوتيوب وعلى الموقع بتاعي. اه كلمة منتنس منجمينت ظهرت في الجيل التاني. اه ولو انت ركست هتلاقي ان بداية الجيل التالت كانت طفرة بقى. لان في بداية الجيل التالت اه بدأ يزهر اه فكري مختلف تماماا. انه هو بدأ يعتمد ما بيعتمدش على الفيلير. يعني بدأ يعتمد ان هو ايه? يعني مش بينتظر الفيلير. ولا بيمنع الفيلير. يعني انا كان بيحاول يمنع الفيلير. عنا بينتظر الفيلير. بدأ يراقبه. يعني بدأ يرقبه ولا كان عرقب دوت لأسباب كتير مش هقدر اقول هدوقتي يعني عشان من الوقت فبدأ يرقب ده بس ببساطة يعني كان في مشاكل يعني يعني احنا مش عارفين نعمل او احنا خايفين او كده يحصل مشاكل كبيرة فبدأ نرقب وبدأ يظهر كلمة وبدأ يظهر كلمة اللي هي الصيانة المعتمدة على الحالة الصيانة المعتمدة على الحالة وفي الجيل دوت تحديدا في بداية يعني في بداية التسعينات كده بدأت تظهر ثورة اللي هي how it works يعني كل الناس بنفكروا الحاجة شغالة ازاي شغالة ازاي شغالة ازاي شغالة ازاي فبدأ فكر الناس كلها يبتعد عن الفيلير خالص يعني انا كان بيمنع الفيلير انا بينتظر الفيلير انا بيرائب الفيلير بس هو قال لك خلاص ما فيش فيلير بقى يعني امشي بص للفيلير تاني انا بطيدي بص وافهم الاسد دي شغالة ازاي فبدأ يبص على الحاجة اسمها الفنكشناليتي والفنكشناليتي ديت هي مرادف لي كلمة رليباليتي يعني عشان الناس بس اللي هو الناس ايه اللي معانا مش يعني اهم مرة تسمعني يعني الفنكشنات ديت يعني مرادف لكلمة رليباليتي كلمة رليباليتي معناها ان هي تؤدي وظيفتها يعني فبدأوا يبتدوا يفكروا ان هما يعملوا النوع من انواع السيانة بيعتمد على الوظيفة ان هو يشوف يعني يفتت ويفتح المكنة ويعرف كل حاجة جاية منين وبدأ يفكر اه اه المشاكل جاية منين بدأ يفكر في وبدأ يفكر في وبدأ يفكر في وبدأ يفكر في شوية غالة زي الاسد بدا ايه يدور على انواع من انواع السيانة اه احنا بنسميه اه زي ما سمينا سموه اه رليباليتي بيز دي مينتهنس يعني اول ما تسمى ساموه لي بيز دي مينتهنس وكلمة بيز دي معناها دا او مرتكز على فسموها آآ المحاضرة مسجلة قابل فبدأوا يسموها آآ رليباليتي سينترة ينس سينها بدأت تظهر الكلمة الجديدة اسمها الارسي ام يعني بدأ كلمة ارسي ام تظهر الارسي ام لو انت بصيب كويس على الجراف اللي انا جايبه ده هتلاقي ان هي ظهرت فعليا في يعني بعد السبعينات اول مرة قالوا كلمة ارسي بام كانت اثرت الف تسعمية اه تمانية وسبعين واحكي لك القصة بدأت ازاي يعني انا بحب بحكي القصة عشان الناس تبقى فاهمة حسن الموضوع مش موضوع طوم السحة ولا شعوازة بهمني فقال انت فاهم يعني الموضوع ماشي ازاي بحيث انت محب تحب تستزيد فيه او تقرأ فيه او تتعلم اكتر تعرف فسنة الف تسعمية تمانية وسبعين اه بدأوا قالوا يا جماعة ايه ده كان في مشاكل في الطيران ففي راجل كده ظريف علك اسمه كمان شوية عشان ما لا تبطقشي عمل كده ريبورت ظريف وقال يا جماعة ده في حاجة اسمها فانكشناليتي وفي حاجة اسمها ايه اه 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 بتاعت الفيلير واحنا عاوزين نشوف الموضوع دوت والكلام ده كله اه كتبكات بوينج اه اه كان قصة كده كان مشاكل في الطيران يعني بدأ اه بدأ قالت تسعمية وسبعين يظهر الكلمة اللي ايه اللي انا بقولك عليها اه بعدها بقى اه اه بدأ بعد كده واحد بعد كده يجيب اولى التسعينات اقول لك برضو اسمه كمان شوية وعن بدأ بقى يعمل حاجة اسمها الارسي ام يعني بيحاول يطورها فعشان يبقى بيه فرق في التطوير فسموا دي الاولية دي سموها ارسي ام وان واقول لك يعني ايه هي الخصص بتاعتها والراجل اللي هو في التسعينات ده اه سمها ارسي ام تو يعني بدأ يسميها سمها كده سمها ارسي ام تو لاني كان فيه واحد اتكلم عنها ارسي ام وان انا اقول لك ازاي تطور الموضوع يعني في الحتة بتاعت الارسي ام تو دي بدأت موجودة بقى على طول في في التسعينات لحد حد وقتنا هذا يعني حتى الشهادات كلها اللي موجودة دلوقتي آآ ربنا احفظ ربنا ابركت بيك حتى الشهادات اللي موجودة دلوقتي فيه اه بتدرس زي سم ار بي وكلام ده كله كل الشهادات دي برضو بتعتمد على الارسي ام تو لانها منتشرة وشغالة والناس كلها مبسوطة منها وبتقدي نتائج محترمة وكلام ده كله فكل شغال ارسي ام تو يعني ارسي ام تو دي اه اه لو انت ركست فيها او عتلاقي في نفس الجيل ده بدأ يظهر اه كلمة بدأ يظهر اه كلمة بدأ يظهر يعني بربط الهازرد مع الابريشن بسموها الهازوب آآ بدأ يظهر آآ الكنسيكوانسيز وازاي تتعامل مع الريسك وبدأ يبدأ يظهر كلمة الكنسيكوانسيز ميتجيشن فالتلات حاجات اللي انت شايفهم دول اللي هو الريسك بيزد استراتيجي ويه الهازوب ويه الكنسيكوانسي ميتجيشن تقول لكم حاجات متفرقة مع يعني مع يعني مع يعني بدأ يصمم ان الحاجة يتعيش كتير وتتصين وتتصلح بسرعة وفي نفس وفي نفس الوقت يفكر يا شغالة ازاي بدأ يظهر كلمة وبدأ يظهر كلمة والكلام ده كله اللي انت شايفه ده وقت دي كلها نقاط بدأت تظهر في هذا الجيل الجيل التالت اللي عملها شخص يعني سنة الف وتسعمائة واحدة تسعين بدأ يكتب فيها وكان ليه تلميز يعني الشخص ده كان ليه تلميز فالتلميز دوت في الفين وتسعتاشر جمع بتاع الارسي جمعوا مع الريسك والهازوب والريسك مانجمنت فريم او ريسك مانجمنت بروسس جمعوا مع بعض كلهم وعملهم حاجة اسمها بيسموها الارسي ام سري بيسموها الارسي ام سري اللي احنا جينا نتكلم عنها النهاردة هي عبارة عن بين الارسي ام سري. في ناس بيقولوا ان هي كده بتبع الجيل الرابع لان هي برضو بتعتمد برضو على تجميع البيتا ويعني لما تيجي انت تتعامل مع الرسك انت محتاج تجمع بيتا ويبقى فيه شوية كده حاجات وتستخدم برضو انت ايه و اي او تي و اي او بي ففي ناس بيقولوا ان الار سي ام ثري دي مفروض نحطها هنا في الجيل الجيل الرابع. المؤمن احنا مش هنختلف يعني اه مش هنختلف في القصة دي. وان كنت انا برضو بقول ان ار سي ام سري ما خلت في الجيل الرابع لانها اه عملت بين القصة بتاعت والقصة بتاعت عشان تبقى فهم القصة بتاعت يا اتطورت اه بقى تسمعها وعكده بقى اسمها اللي احنا بنكلم فيها حاليا دلوقتي على طول يا او وليها مشهور اللي هو الايزو خمسة وخمسين الف واحد. الايزو خمسة وخمسين الف واحد ده بيتكلم في الاست مانجمنت او الفيزيكال است مانجمنت بكل قصصها وحكاياتها فيما فيها بار الابيليتي والكلام ده كل وفيها حاجات كتير يعني. بس هو اللي عمله ايه? اللي عمله ايه في الار سي ام ثلاثة? ان هو خادر الاست مانجمنت دي وي جماعها مع ايزو تاني اسمه الايزو بتاع الريسك الايزو واحد ثلاثين الف فالاتنين دول عمل كده مع بعض وعمل حاجة جديدة اسمها ار سي ام ثلاثة. الار سي ام ثلاثة هي ريليبيلتي سنتر ديمينت النت عادية اللي احنا بندرسها بس هو زود عليها ريسك بيزد. فاصبح الار سي ام ثلاثة هي اه ممكن تقول عليها انه هي بين الاعمالية او ريسك مانجمنت بروسس وي ريليبيلتي سنتر ديمينتنس. ما هي الار سي ام ثري? الار سي ام ثري هي عادية يعني سيانة او او تكنيك في السيانة او اوبتمايزينج تكنيك في السيانة عشان ما بحبش اقول على الار سي ام من ايه تكنيك هي اوبتمايزينج تكنيك في السيانة. اقربط معه الحتة بتاعة الريسك. اللي عمل الكلام ده هو واحد اسمه مارس باسون. هو شخصية ظريفة يعني. فريند يعني لي يا كمان. اه هو تلميز اه 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 واحد اسمه مكري اللي هو عمل الار سي ام تو. والكلام ده كله يعني طلع من يعني من عبائة اه اه شخص اسمه نولان ودوت اللي هو عمل ار سي ام وان. فانت عندك هتلاقي ان هي في عبارة عن اه اه تلات خطوات. يعني هي تلات خطوات القصة دي كلها. في سنة الف تسعمية تمانية وسبعين. اه ظهرت اه اه حاجة اسمها ار سي ام وان. وبعد كده في الف تسعمية اعتقد حاجة وتسعين تلين واحد وتسعين مش فاكر او بس اعتقد في اولات تسعينات ظهر الار سي ام تو عن طريق موبري. وبعد كده في الفين وتسعتاشر ظهرت الار سي ام سري عن طريق مارس باسون. طبعا الكلام ده اهم من انك انت تعرف الطريقة شغالة ازاي. ليه? لانك انت لما بتعرف الحكاية بتثبت في دماغك. وفي نفس الوقت بتاع تتعامل معها وتعرف ايه? تعرف اساسها ايه. الكتاب بتاع الار سي ام سري اللي انا بقول لك عليه ده. الكتاب ده من الكتب الصريفة جدا. ان هو ربط الحتة بتاعت يعني خد في فكر استازو اللي هو موبري هنا. وضفع عليه الريسك. او بمعنى اخر احنا تحب نقول ان هو عمل بين الايزو خمسة وخمسين الف والايزو واحد تلاتين الف. اللي هو الايزو بتاع الفيزيكال اسيت مانجمنت او الاسيت مانجمنت والايزو بتاع اه بتاع الريسك. فالفكرة كلها هي عبارة عن تسلسل فكري للموضوع. يعني الموضوع مش مش واحدة واحدة كده. الكتاب بتاع اه 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 موبري اللي هو في الف تسعين وتسعين وتسعين ده الكتاب ده اتبع منه ميت الف نسخة. اتبع منه ميت الف نسخة. ارسي ام الكتاب ارسي ام تري كتاب لسه مش مشهور. وان في ناس كتير عارفاه يعني. اه لكن هو لسه طالع في الفين وتسعتاشر بس هو نتاج كل الكلام ده. طبعا انا لما جي دايما بقى اشرح للناس القصة دي. بقول لهم دايما يعني ابدأ واحدة واحدة. يعني اول حاجة اعرف الرجل ده عمل ايه الاول. اللي هو الرجل اللي هو الظريف ده. اللي هو نولان. اللي هو عمله في الف تسعين وتبانية وسبعين. وبعد كده شوف بوبري عمل ايه? وبعد كده شوف ماروس باسون عمل ايه? ليه? 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 ليه الكلام ده? لان الفكرة اللي لما انت بتفهم اصل العلم بتقدر انت تفهم التطور ده بيساعدك على فهم الموضوع. غير لما انت تيجي على طول تمسك كتاب ارسي ام سريت لا تقراره. انا يعني اقدر اقولك لو انت بدأت بهذا الكتاب بش تفهم اي حاجة يعني. انا بقولك الخلاصة يعني. يعني لو انت بدأت بأرسي ام سريت مش تفهم الموضوع. لانك انت ما فهمتش القصة حدثت ازاي? وازاي اتربطت مع الزمن ودايما انت لما تفهم في الحالات في التاريخ بالزاد تاريخ العلم تقدر تتعامل مع الشيء يعني من وعد تاريخ في صدره اضاف اعمارا الى عمره ليه حكمة حلوة الاولة الكلمة التانية صدق حلوة صدق حلوة اللي انا قلته ده من وعد تاريخ في صدره اضاف اعمارا الى عمره دي حلوة انا حاس انها حلوة يعني مش عارف بس انا جد في وصل الكلام كده بس انا شاف انها جميلة يعني لان الواحد لما بيقرأ قويس في اللي بيقرأ حلوة مش احمد مش مش حلوة احمد مش اوكي مش اوكي انخرج احمد من دورة بلوقتي من الفري ايفنت ومش ياخد شهادة طبعا لانه هو طبعا قال مش حلوة فخلاص في شهادات على فكرة في الايفنت فاحنا ممكن نخرجه ومنطلوش شهادة يبعدها جدا عملنا الصح معاها المهم يعني فالفكرة كلها ان انت تكون عارف الايه السكة كلها جاملة يعني انت لما تيه ديان تعرف الارسي امس ري اقولها ازاي اقولها ازاي صيانة مرتكزة على اساس المخاطر والموثقية او المعولية اول مرة اسمه حاجة حلوة جدا حبيبي حبيبة مصطفى حبيبي مصطفى تاخد شهادتين هلي بديك شهادتين شهادة حضور وشهادة غمان مش اقولك على اسمها دلوقتي ماشا ماشا مصطفى زي الفولك زي الفولك يبقى احنا عندنا اعرفنا الايه الخطوات مشت ازاي الكتاب ده في ايه الكتاب دوته مكون من خمساشر شابتر آآ بصراحة آآ يعني آآ ترتيبه آآ ظريف آآ وين كان برضو انا وضحت لك ان انت لازم في الاول تقرأ تقرأ يعني تقرأ يعني تقرأ يعني انت ممكن تعدي نولان وتقرأ تقرأ موبريب آآ فهو الكتاب تقسيمته تقسيمة ظريفة هو حتى في الكتاب بيقول ان هو بيحاول ان هو او 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 يطور طريقة استاذه اللي هو آآ آآ موبريب بصراحة يعني قبل ما يموت يعني هو يعني توفى آآ كان بيحاول يدخل موضوع الرزق ده لكن لم يمهله قدر بقى الحتة دي فاللي كمله هو وعمل الكتاب اللي هو انت كده ممكن انت ايه من الخلاصة يعني من الكمتين اللي انا قلتهم دول تصل اني ان الارسي ام سري ديت هي مش مجرد ان هي ادبانس التكنيك او مع الانترناشن الستاندرد طبعا كلمة انترناشن الستاندرد هنا بيقصد بيها زي ما قلت لك الايزو خمسة وخمسين الف آآ وايزو واحد وتلاتين الف اللي هو بتاع الريزق يعني بقول لك كمان هي كمان آآ بتخليك آآ يعني تعمل عملية للريزق وازاي التعامل معاه آآ طبقا لي الابريتنج آآ مع الابريتنج طبعا الكلام ده يا حبيب ربي طبعا الكلام اللي انت شايفه ده هتلاقي ايه انه حتى هذه اللحظة لسه برضو فيه نوع من الايه الابهام يعني 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 انت لسه برضو مش فاهمه وانا عارف اللي انت بتحس ان انت ايه خبطات كده بالذات لو انت اول مرة تسمع الكلام ده عشان تحس بالموضوع انا جايب لك كده او سكرين شوت من اول كتابة عمل حتى كده من كتاب بتاع آآ آآ نولان ما هو مكانش كتابه وكان ريبورت اصلا كان مشاكل في الطيران فهو كان ايه آآ بدأ يفكر فبادأ ايه يقول يا جماعة انتو كلكم بتدوروا آآ بتستنوا الفيلير وآآ ويحصل مشاكل وبتحطوا آآ اوقات للمنع الفيلير بي امات آآ آآ وبترعبوا الفيلير ما تفهموا يا جماعة الفيلير ده جاي من اين ما تفهموا الفيلير ده جاي من اين فأول حاجة افكر فيها نولان ان هو يحط شوية اسئلة لليوم يعني يعنيuffsonne كده كده حتى انا عمل لك سكرين شوت ww من الكتاب بتاعه للكتاب بتاعه قديم مكتوب على على كتبة لانه لالفة شميع coloured 1978 يعني آآ في覅 Ituسما تسمائيicios سبعين الأول ما يفكر الرجل قال له يا جماعة Much thus familiar says Planning to understand how does villercate care يحدث ازاي يعني جاي It was a day then يعني جاي من اين ده الفيلير ده جاي من اين يا جماعة يعني اول حاجة فكر فيها عم رامز لا يا مش اربعة سبعة تسعة يا رامز هنا لسه مش اربعة سبعة تسعة. بتاعت نولان كتجاست تلت اسئلة بس مخلوش سبعة. وطبعا رامز متقدم شوية اه 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 متقدم شوية. فعتلاقي ان هو اه يعني ان شايف كم سؤال ودامك بتاع الشاشة? كم سؤال دول? يعني شايفين كم سؤال على الشاشة هنا? كم سؤال على الشاشة انا بسألكو. فيه كم سؤال موجودين يعني ايش? ثلاثة. ثلاثة ليه? اول راجل اول مفكر فكر كده. وده هو ده الطبيعة ما هو الانسان بيفكر ازاي واحدة واحدة. فاول ما فكر نولان اول ما فكر قاللوه يا جماعة ف noi احنا ايه? هو داز فلير اكرة يا جماعة? يعني الفلير دا بيحدث منين. يعني اول حاجة فكر فيها هي يعني اول حاجة افكر فيها هي وليه السؤال الثاني دي يا جماعة آآ 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 بتاعتها? فبدأ ببدأ يفكر هو بدأ يجمع كمان يجيب كمان سؤال اللي هو السؤال الاول السؤال التاني ايه هي يعني بتؤثر ازاي? والسؤال التالت ازاي احنا ناخد اللي احنا نمنع الكلام ده? فلو انت بصيت هنا هتلاقي ان الراجل هنا يعني ايه يعني دي يعني بيقول لك ايه حاجة عالية وحاجة وط يعني يؤثرت دي يعني فتلاقي هنا اول مفكر وعمل تلات اسئلة الراجل ده. عمل تلات اسئلة. يعني الراجل ده اول مفكر فكر في عمل ثلاث اسئلة الثلاث اسئلة اللي انت شاهدتهم دول الكلام ده كانت سنة كام كانت سنة كام الكلام ده كانت سنة كام بربع عليك عم حصير كانت سنة كام الكلام ده 1972 يعني رجل قديم يعني كان لسه ما ظهرش الحتة بتاعت الكونديشن ولا ظهر الحتة بتاعت الكونديشن كانت ظهر الكلام ده خب بالك اني انا برضو عاوزك تبقى انت فاهم ان الارسي ام دي خرجها ايه? ما هو خرج الارسي ام. يعني الارسي ام دي احنا بنعملها ليه? عشان نطلع منها بايه يعني? ايه اللي بيطلع منها? بنطلع منها ايه? الناس اللي سمعتني قبل كده هتبقى عارفة الكلام ده هتبقى ايه? فالفكرة كلها اللي انت بالارسي ام دي بتقرر لك الارسي ام دي هو ده الطبيعي. فلو انت بسيت على هذه الاسئلة وفي الاخر هنعم ايه الاكشن اللي احنا هناخده? فالاكشن اللي انت هتطلع به من الرجل بتاع نولان ده اللي هو كان بتكلم سنة الف تسعوية وتسعوية وسبعين. هتلاقي فيها هتلاقي فيها اه انا بسألك. ما انت لازم برضو تكون فاهمة لصة مش ازاي? عشان تعرف تروح لارسي ام تلاتة. ما انت هتبدأ ازاي ارسي ام تلاتة? هتضط مرة واحدة. ما انت تكون فاهم? فارسي ام وان ما كانش لسه ظهر الكلام ده. فهتلاقي التسقاط اللي خرجت منه هي كل قاتل منص اسكاجول 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 فالراجل خرج كل خرج خرجته من الارسي ام كان ايه? قد كلها بي امات. ليه? لان ما كانش فيه. ما كانش فيه. وان كانت فيها برضو عادي الاسكاجول برضو مع vowتبرا ان كانوا بي امات. لان الي ان انت ممكن تصنفوا الحاكتين. ممكن تصنف الانسبيكشن اه باي ايتس نيتشر. او صح الناس اللي سمعتك قبل كده صح مشانا قلت الكلام ده قبل كده كتير. قلت لك ان الانسبيكشن ده ممكن يتصنف كده او كده. ليه? لانك انت ممكن تعمل بس تبص او تقيس مستوى زيت. بس. بس كده. ابص على عداد حرارة. ليه ده اسمه لكن انت رو انت خدت شراجات الزيت دول. وعملتهم بقى فوركاستنج برافو. الناس كلها قبل كده معظم الناس هنا سامعاني قبل كده. وعملت لها فوركاستنج عملت بقى انسبكشن على الفيبريشن عملت طلعت بترن مش عارف ايه. انت بتتكلم في فمش معنى اللي هو يبدأ بيتكلم في فهنا كل ده كان بي ام. الكلام ده بالنسبة لك صح. قرارك بيتكلم سنة كم? الف تسعمائة كم دي? الف تسعمائة كم دي? الف تسعمائة سبعين. يعني رجل ده بيتكلم فين? انت كنت بتتكلم في الجيلة التاني. صح كده؟ يعني كلام منطق او لو بل Disneyland entsprechتي لك. انا شايف ان هو منطقي. انا شايف ان هو كلم منطقي وزي الفل. جي فعديها بقى آآ مبري آآآ سنة الف تسعمائة وواحة وطسعين. عمل بقى الكتاب اللي احنا شغلين عليه دلوقتي راحش شغلين عليه دلوقتي او التكنيك اللي احنا شغلين عليه دلوقتي او الفكرة راحش شغلين على دلوقتي اللي هو RCM2. راحش شغلين على دلوقتي اللي هو ارسي ام تو. ارسي ام تو بقى حول التلات اسئلة دول حولهم لسبعة. خبالي انا بتكلم على اسئلة بس. انا عارف الناس سمعتني قبل كده. عارف ان في حاجة اسمها وفي حاجة اسمها ايه? في حاجة اسمها وفي حاجة اسمها ايه? وفي حاجة اسمها بروسوس. صح كده? الناس سمعتني قبل كده. عارف بالزبط. الناس عارف الكلام ده. بس انا داتي بتكلم على ايه? احنا انا بتكلم بس على مين? على مين? يعني عندناش وقت يعني. فبتكلم على مين؟ على الكوستشنز بس. على الكوستشنز. فهو سأل ايه انا بسألك بس بقولك الكوستشنز والخارج الكوستشنز والخارج. فلما تيجي انت تتبص على الكوستشنز بتاعت آآ آآ النولان. تلات اسئلة وطلع شوية ايه في اللازيز كده اربع حاجاتك كلهم سكاجول. شكرا. شكرا. شك بس. بس كده. جيبه آآ آآ مبري. قال له ايه? يعني انت هنا بتسأل بتقول الفيلير حدث ازاي? او او يعني الفيلير او كير. يعني انت بتسأل عن المودز. بدون ما تكون عارف الفونكشن. شوفوا الفكر. انت معي الفكر انت. تبدأ اول حاجة يدوروا عليها مبري. قال له يا عام انت بتسألش عن ازاي ده حدث? بتسألنيش بقى الكلام ده حدث ازاي? انت 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 بعدت كده. انت روحت بعيد. انت جيت هنا التمطيت هنا على طول. وبتسأل لي على الفيلير مودز. والزاي والكوزز. لا انت مفروض اول حاجة تسأل على مين? تسأل على الفونكشن. صح? بقى كده تسأل بعد مسأل دي شغالة بتعمل ايه? يعني ايه العمود ده بيعمل ايه بيلف? السخن ده بيسخن. السكينة دي بتقطع. اللمبة دي بتنور. مش دي وظيفة? اه? الفونكشن دي اللي انت شايفها دي. في حاجة اسمها عرف الفيلير بقى الاول. يعني فين الفيلير? يعني انت بتسأل الفيلير جيمين. بدون ما اتعرف الفيلير? ها? صح? تاهمين ايه انا بقوله? تاهمين الكلام اللي انا بقوله? فالفقرة ايه انا كلها ايه? الفكرة ايه? لا لسه السلطان متخلناش في الاوبريشن هتصبر علي. فاول حاجة بدأ يفكر فيها هي ايه? هي ايه? الفونكشن. بعد كده بعد الفونكشن ام داخل على مين? داخل على ايه? ايه هو بقى الفونكشن ايه هو الفيلير? ايه هو الفيلير? فانا بيتكلم بقى على بتنور لو 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 اضاءة بتاعتها نزلت شوية تبقى دي اخبط خالص تبقى ببدأ يظهر بقى الحتة بتاعة ويعرف بقى يظهر بقى الحتة بتاعة ويعرف يعنى عرف العرف هو ايه? عشان انا ده انا اقول ان كده في لان تعريف ده. بيعتمل على مين? نها? بيعتمد على مين لتعريف ده? اعتمد على مين? لا. اليوزر. انت كده سمعتيني قبل كده. انا بستخدم دي اه بقول ان هي لو دتني عشرة عشرة جلم line second minute تبقى بايضة. اه بتاع المفعل النوي قال لك لو بص انا عندي انا عندي التسعين. الا اهلي من التسعين تبقى بايضة. فده معناه لازم بتعتمد. انا اللي بعرف الف allergic عشان كده دائما بقول للناس لما بعض معهم اول مرة بقوله ايه الفيلير عندك ايه الفونكشن واعرف الفيلير لان الفيلير بيختلف فيه شغل احنا بعملو كنت انا عملته قبل كده في الايرو سبيس كن احنا بنتكلم ان الوير لو وصل لأو بوينت تو مليميتر ده فيلير في حين الستاندرز الايزو بيقولك انه لو وصل ليأو بوينت سري بقى ده فيلير بس انا قلت لهم لأ احنا لازم نكون بادر شوية بادر ليه احنا بنتكلم في الابليكيشن اقوى يعني الستاندر الموجود ده ده كان فيه حاجة يعني في حاجة اسمها في الماشينينج تولز يعني فلو الوير وصل لتنين من عشرة كنت بقول ده في حين الستاندرز بيقول تلاتة من عشرة فده معناه ايه اللي انا الشخص اللي بعرف الفيلير انا اللي بعرفها اليوزر فهنا الفونكشن الفيلير ده كان للايه السؤال التاني يبقى السؤال الاول كان ايه هو الفيلير السؤال التاني ايه السؤال التاني ايه كان ايه هو الفونكشن السؤال التاني ايه هو الفونكشن الفيلير السؤال التالت بدأ يفكر بقى يرجع بقى للكلام بتاع الأولان اللي هو ايه هي آآ اية هي الموضز وبعد ما الموضز اوجد حاجة اسماها ال افكت وخبائلا يكون هناك فير فارقة بين بين الموضب بين ال افكت والكونسيقونز ونالك فارقة بين الافكت وال конاوات السيقونز الكونسيقونز لازم يكون قابلها في مانا ايه انا زعلت زعلت قد ايه قوي قوي يعني ولا قوي 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 يعنى لازم يكون فيه انا انا لا زعلاء بدي الافكت بسilibre يزن فيه برافو رانك المين دي الايه الراك ده وبعد كده ندور بقى ايه الاكشن اللي احنا نخده وبعد ما ندور على الاكشن هنعمل ايه بقى الاكشن ده اللي هو مين التسقط اللي هو اللي احنا شفناها قبل كده نولان عملها كلها وبعد كده بدور على مين على الفيد باك اشوف بقى ايه التسك ده في ايه تغيير حصل كذا مش عارف ايه زهر مود جديد ارجع المود والكلام ده كله. لو انت بصت هنا هتلاقي فين هنا النولان النولان هنا فين. نولان الكل اللي عمله انه يخد السؤال ده. اللي هو السؤال بتاع how to occur with the moods. وخد السؤال بتاع consequences هو فين how does failure. اللي هو ده. وخد السؤال بتاع التسكات اللي هو ده. صح? يبقى نولان خد دول بس. لان انا معلم عليهم دول. السؤال ده. والسؤال ده. والسؤال ده. فاهمين كلامي? يعني نولان خد دي الأسئلة دي بس. انت فاهم التطور حصل ازاي? فاهم انتطور حصل ازاي? فاهم الكلام? فاهمني? انت فاهم انا بقول ايه? يبقى لما 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 لان خد تلاتة مبري بعديه بقى جي بعديها وخد سبعة. السبعة دول هيزودوا التسقاط صح كده? مش انت عندك التسقاط قبل ايه اللي كلها بي ام. فانت متخيل ان التسقاط اللي هي خرجت من ار سي تي ام. اللي ايه الار سي ام تو. هتبقى عبارة عن ايه? ايه التسقاط دي? اكيد بقى فيها حاجات بقى ومش عارفوا ايه وكلام الظريف ده صح? فهتلاقي ان التسقاط خرجت منها حاجات كتير. بص هتلاقي بقى فيها حاجة ايه انسبيكشن وبدأ يظهر بقى فيها حاجات بقى فيها وبدأ كمان التسقاط دي تقول يا جماعة ناس بغير ديزاين. ناس بغير ديزاين. وبرض من ضمن التسقاط دي انت ممكن تعمل عادي خالص. وممكن تعمل اللي اطرك عليه اللي هو ده بقى اللي هو كان بيتكلم عليه نولان هو ده. نولان كان بيتكلم على دي. كان الباقي ده يعتبر ايه جديد? دي برضو دي برضو نولان برد. يعني انت العاوز دي برضو ممكن تبقى نولان برد. فده كان اكتبع ارسي ام وان. فلو انت شايف هتحس لو انت شايف الشاشة قدامك دوقتي هتحس بايه بتطور. ايه تطور بيحدث 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 بيحدث. جيه بقى التلميذ اللي هو ماروس ماروس بقى كان تلميز بوبريو كان مصاحب ليه صراحة كان في نفس الشركة وكان نفس الفكر وعملوا مع بعض حاجات كتير. عادي صح كده مك صح. يعني هي درجة الدرجة بتاعته. يعني دول زودهم شوية. بس هو بصراحة زودهم لتمن اسئلة. يعني خلاهم تمانية. خلاهم تمانية. التمن اسئلة بتوع بتوع مارس اللي ما تبص عليهم هتليهم هم خارجين من عبائة الارسي ام تو. هم 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 تقريبا لكن زود عليهم شوية حاجات ظريفة كده. ايه شوية الحاجات الظريفة دي? انا قلتلك ان هو عمل بين الريسك وبين الفيزيكا الاسد آآ ماناجمت. اه الفيزيكا كل الحاجات يا شواندس كلها زي بعضية بس الدميك مشهورة. يعني الدميك دي مشهورة يعني ايه? يعني كل الناس شغلت اي حد شغلت في اي حتة تعرف الدميك دي. اللي هو اللي ايه بتاع الكواليتس. فيامني? يعني كله دي معروف. لكن مش بتتركب يعني يعني ما لهاش علاقة بالارسي ام. بس هو كل ببدأ واحد هو بتعمل ايه? انك انت بتدفاين وفي الاخر بتميجر. كده انت عارفوا ده اناليز مش عارف ايه straps control ودائرة بتلبك. بس الكلام بتاع الدميك ده هو هو بتاع هو بتاع بتاع كله. هو كله بتاع Bless your problem. يعني بس احنا انا بنتكلم في حاجة آآ مختلفة يعني مش يعني كل دا عندي صناعية. كل انت بتكلم فيها دا عندي صناعية. القواليت laundasi صناعية كل دا عندي صناعية. لكن اللي عند atmospheric التطور. فكرة يعني ان انت تطور ايه من التكنيك او كده. عشان تقربهم من بعض محتاجة ايه كلام اكتر من كده. المهم يعني كلهم بيشتركوا فيه صح. وانا كنت قبل كده عملت قبل كده البوست ظريف عالين كده جبتلك ايه ده زي ده يعني عملتلك حاجة زي حاجة يعني وريتك ازاي دميك ممكن تتطبق على سيانة وكده يعني. المهم الحتة التمن اسئلة بتوع مارس هتلاقيهم ان هم خارجين من عباقة من عباقة مبرية. هم هم يهم بس زود شوية. ايه بقى القصة? هو قال لك هده. انت بتبص على hold row. بدون ما تكون عارف ايه هي ال competition ايه الكلام ده يعني ايه? يعني ايه. الكلام ده عشان تفاهمه لا تكون فاهم reliability. القصة ايه. يا reliability دي لا انا لما اجا عرفها. يعني انا ما اجا اقولك كده كلمة reliability. لما اجا انا اعرف reliability دي عشان اعرف reliability محتاج كام терم عشان اعرفها. هه. كل بص الي قال ارباعي بقسمعني قبل كده. ايه هم اللي ارباع حاجات. ايه هم واحد لازم تكون فيه احتمال ليه اول حاجة اتنين هو احتمال اداء الوظيفة حتى زمن معين تحت تأثير ظروف تشغيل معينة اللي هي مين اللي هي الايه بالصبت كده اللي هي فاللي هو عمله اول ما فكر قالك لا انا مش هفكر في فالفونكشن قبل انا ما بص على الاول ابص على الاول فاول سؤال سألو يعني بيسأل على تقول لي ايه الجمال ده يعني هو غير التفكير اكتر قالك قبل ما اروح للفونكشن وادور الاول على يعني اثبت ايه المشاكل اللي ممكن تيجي من ايه المشاكل ممكن تيجي لك مشاكل اه ممكن تيجي لك مشاكل يعني انت عندك انت دي ممكن تكون الاسدس دي يعني مش يحصل لها بس ممكن لو شوية ضغط زاده يفجروا الاسدس دي فالمشكلة هنا مش مشكلة اصد المشكلة مشكلة اوبريشن فبدأ يظهر حاجة في نفس الجيل ده اسمها لا اسمها ايه لو حد يعرفها بدأ يربط بين الهازرد وبين الابريشن انا كلمت عنها في اول محاضرة يربط بين الهازرد والابريشن يربط بين الهازوب بالزبط فالهازوب هنا بدأ يظهر في الجيل ده قال لك يا جماعة احنا عندنا مشكلة او هازارد مرتبط بالاوبريشن. تقول لي تابه هم سموك ده ليه? لان هنا عاوز خلى هنا المشكلة اللي بتحدث مرتبطة بالاوبريشن. يعني ايه مور زان بريزر لززان بتزيد. عشان كده عتلاقي ان الهازب كل حكايته مرتبطة بحاجة اسمها مور زان ولززان. كلمة دي في الهازب دي عتلاقي كلمة مشهورة قوي. يقول لك ايه ده زاد دقل. لان هنا المشكلة عندي بقت او المشكلة بقت تجي من الابريشن. فهي دي بتاعة الهازب. اللي هو مور زان ويه? واليه الزان? اللي هي البرامتر بالزبط. فالفكرة كلها اول ما فكر فكر في الحتة الاولية دي كلها. قال لك ايه الابريشن? لان هو جزء اصيل من تعريف من تعريف الوظيفة. يعني موضوعش موضوع بس. يعني انت هنا لما بدأت في الاسئلة هنا اول حاجة الابريشن. الابريشن دي واحدة من الاربعة. واحدة من الاربعة. واحدة من الاربعة. الاربعة دول اللي انت شايفهم دول فيه اتنين انت بتتحكم فيهم وفي اتنين ما روش حكم فيهم. بتقول لي انا مش مشكلة حاجة. يعني دي مرتبطة بالزمن. يعني كده كده بتنزل مع الزمن. يعني دي شيء مكتوب على كل حاجة موجودة في الكون. والزمن انت ورضو ما ما بتقدرش اللي انت بتتحكم تيه. يعني كده كده بيمر دايshell بتمر. فانت عندك اتنين بعاد عن تفكيره خالص. اللي هي يعني كده كده لازم الكيرفر بتاع رليابلتي يحصل له ايه? ينزل كده. لازم ينزل كده. لازم النقه دي تقعد تنزل مع الوقت. وفي احتمال خمسين في المية سبعين في المية. ونفس الكلام مع الطائل. الكيرفر اللي انت شايفه ده. الكيرفر بتاع رليابلتي. في حاجتين بقى كنا احنا نحن ندرسهم. اللي هما التانيين بقى. اللي هما الفانكشن الوبريشن. فهم دول اللي بدأوا يفكروا فيهم. وبدأوا يدخلوا في الحتة بتاعت الايه? الوبريشن. فهتلاح اول سؤال سألوا ماروس هو اللي هو مين يعني اللي هو الوبريشن? وانا عاوز اقول لك ان الوبريشن ده موضوع كبير. موضوع كبير. يعني الوبريشن مش مجرد بس ان هو في الحقيقة الوبريشن هم ثلاث حاجات يعني اللي هما الوبريشن دي كبيرة. حتة البرامترز دي واحدة بس. يعني انت عندك الاسد هي دي الاسد. الاسد دي في جنبها شخص. سيقف جنبها هنا. وبتكون موجودة في موجودة في معين. يعني دوت ايه عربية خليجي. عربية مش عارف ايه اوروبي. فده اسمه البرامترز دول اللي هما البرامترز اللي هي بتشتغل عندهم. وفي واحد كبان ثالث هنا بيخش معهم اللي هو الوبريشن. فلما تيجي تتكلم عن الوبريشن وما ثلاث حاجات في الحقيقة مش 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 حاجة واحدة. يعني شخص وبرامترز تلات حاجات. بس انا مش عاوزك ايه? يعني انا بس بديك كلام عشان انت فاهم المعنى يعني. بالزبط زي ما انتم كتبين كده. فاحنا بنتكلم هنا على الحتة بسلا بتاعت الايه? بتاعت البرامتر. لو البرامتر زادت. لو البرامتر قلت. فبدأ ايزار بقى كلمة الهزب. والهزب دوت لما او الهزرد اوبريشن دوت لما تركب مع الارسي ام تو يطلع حاجة اسمها الارسي ام ايه دي قصة بصفة? فحتلاقي ان اول سؤال هو اتكلم فيه هو الايه? بعد كده هتلاقي الاسئلة الى حد ما قريبة من اه الارسي ام تو هتلاقي ايه بقى الحتة بقى كده ايه واتز ايه او ازاي او ازاي الارسي ايه بردو نفس الكلام اللي هما السؤال الخامس والرابع والخامس اه في ايه م تو وبدأ يرجع تاني بقى ايه? يدخل بقى حتة الرسكة اكتر شوية. يعني بدأ ييه بقى يقول لك ايه؟ عاوزين رسك رسك يعمل حاجة اسماها رسك كونترو فايد. حاجة زي بس بدأ ايه? يلعب في حتة اعلى شوية انا ممكن اتكلم معاكو فيها بس ما فيش واقع. لا حاجة زي بالزبط. بس بدأ يخلش فيها بيسطوب مختلف شوية. اللي هي ايه? عشان تبقى انت فاهم القصة يعني. انه هو بدأ يلعب في الحتة بتاع. لا لا لا. بدأ يلعب في الحتة بتاعت البوف والكوف دي. قال لك ايه? ده بص هنا. هو ايه? 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 ايه الحتة بتاعت البوف دي? اللي هي والكوف دي اللي هي انت عارف انت عبارة عن ايه? عبارة عن دف ده. فالبورابوليتي اوفيليار بدأ يجيبه لاحظيا مع الريليابيلتي. انت عندك رليابيلتي دي طول ما بتنزل كده. شايف? زي بتنزل كده? في حاجة بتاعي له كده? صح? ايه اللي بيعلى ده? ايه اللي بيعلى مع ايه? لو ده الار? ايه اللي بيعلى ده? الاف. طب ايه ياخد الاف دي بقى. ايه دي برابوليتي اوفيليار. بدأ يحطها هنا مع 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 الزمن. فبدأ يظهر حاجة اسمها ايه يعني حاجة يعني اعلى تقدما من الريسك بدأ يفكر باستوب اعلى شوية. وبعد كده قال لك بقى طبعا هنا ما كانش بيتكلم على بقدر ما كان بيتكلم انه هو ازاي يعمل للريسك. ازاي يتعامل مع الريسك? اللي هو اللي هو اللي هو طبعا الريسك ده ليه انواع. يعني ليه انواع. فهو بدأ يفكر الناس مش عارفة يعني ليه ريسك? الريسك عبدنا في الصيانة يعني 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 جاي من الفيلير فقط. يعني احنا عبدنا بس النيجاتيف ريسك. ويهه لما نيجي نعرفه بنقول عليه لهو ايه اه احتمال حدوث حدث غير مرغوب فيه في مدى تأثيره. الغير مرغوب ده اللي هو الفيلير. يعني احتمال حدوث الفيلير في مدى تأثير الفيلير هو ده الريسك بالنسبة الناس بتوع الاسد مانجمينت عشان الناس لو هي ايه بتسمعني مش عارفة. الريسك ده بقى الحتة بتاعت اللي هو احنا بنسميها الريسك آآ اسمها الريسك ايه؟ رسك مانجمينت آآ بروسس. بدأ يظهر حاجة اسمها او رسك فريم. فبدأ يظهر قصة ان هو بيدخل الريسك مع آآ آآ سنترد منتنس. فعتلاقي بقى هنا وبدأ يفكر ويعمل ايدنتفيكيشن للريسك اللي هي بالزبط رسك مانجمينت. وبدأ يدخل بقى الحتة ان هو ازاي قال الريسك ده. والريسك فبدأ يدخل بقى الحتة بتاعت الكوستي اوبتمايزيشن. فيه? يعني يدخل فيها حتة الكوستي اوبتمايزيشن. اللي هو امتى يتدخل يعني الحتة برضو بتاعت ايه? امتى نتدخل والكيرفات بتاعت الفيزيك الاسيت مانجمينت لو حد فيه اخد معي الكامة هي بفهم انا بقول ايه? اللي انت عندك الهازرد بيزيد. ولما الهازرد بيزيد انت عاوز تدور على نقطة تدخل عندها اللي بيسأبوها ايه الاوبتمال دي امتى? بالزبط امتى? 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 بتدوروا عند صح? عند ايه? عند اقل ايه? عند اقل ايه? امتى احنا بنتدخل? لما بيكون ايه اليه? ها? الناس اللي خادت معي قبل كده? ها? اقل لكوست برافو. فده يربطين الحتة بتاعت الكوستي. اهي. اللي هو ايه? يعني انا في عاوز اخش عند نقطة معينة في الريسك اللي عندها اقل لكوست. عشان كده اللي بيقرأ في الكتاب بتاع الارسي ام بتاع الارسي ام سري بتاع ماروس. ها يلاقي عامل الكريفات بتاعت الابتاعت الاسيت مانجمينت اللي هي بتاعت الاوبتمال ريبليسمنت الموجودة في الكتاب ده. لانه هو ربط القصة دي ببعضيها. يعني عمل زي كده. عمل كده. فقام عامل القصة دي بتاعت الاوبتمايزينج ريس ما عمل وبدأ ايه بقى احنا عندنا فكرية. طبعا بتوع الابريشن بيقولولي ايه يا دكتور لينك الشهادات. عينزلكوا يا جماعة لينك الشهادات دوقتي على الشات. عشان اللي عاوز شهادة انه حضر الايفنت تطلع له. نزل يا نزل يا بشمهندس اللينك. عينزلكوا لينك دلوقتي على العشات. عشان ما قاعدين يبعتولي على الخاص كل شوية بينغبطوني. اهو اه الشهادات حضر الشهادات. فعينزلكوا دوقتي لينك الشهادات لو انتم اللي عاوز فيكم يحصل على شهادة ااااااااااااا يملى لايه? يملى اللينك ده. اهو اهو نزللكوا. اهو ده مين ده ده. ده تن 그거 مي? ده تلاقييه انا بس يا عندسة ده ده لي انا بس جينج تنزلي انا بس نزل تو افري ون اه تو افري ون اه صح نزله. خلاص اوكي. فالفكرة دلوقتي اهو اللي عندك اللينك قاعد شهادة يملى ايه? يملى الليك ده. فالفكرة دلوقتي ان احنا حاولنا من ثلاث اسئلة لسبع اسئلة لتمن اسئلة. صح كده? صح الكلام? يبقى ده معناه ايه? يبقى ده معناه ايه? اللي انت عندك في حاجة اسمها ترديشنل ارسي ام. اللي هي من اخر مين? اللي هي الارسي ام تو. اللي انا شغالين بيها كلين ده الوقت. في حقيقة يعني. ايه الارسي ام تو دي قصتها ايه? قصتها ان هي عبارة عن او عبارة عن او عبارة عن وتسميها زي ما انت عاوز تسميها. دي بنعملها عشان نطلق منها ايه? ده كلام منطقي وكلام اهو نقطة من اول السطر اهو. صح كده? ده الكلام اللي هو موجود حاليا وكلناس كلها بتتكلم فيه. مال ايه دي دي بقى عاوزة تدخل موضوع مع عاوزة تدخل موضوع مع عاوزة تدخل موضوع مع عاوزة تعمل من الاخر عاوزة تعمل حاجة الارسي ام دي ايه هتلاقي دائما كلمة معاها كلمة معاها كلمة ايه هازارد هو عاوز يدخل الهازارد معها عاوز يدخل الحتة بتاعت الهازارد دي ببقى فيها بقى واناليس والتريتمنت كمان بما فيه والترانسفير انك انت ممكن تعمل متجيشن ممكن تعمل ترانسفير انت ممكن لا تتحمل الرسك زي الشركات كده اللي هي مسلا ايه عندهم مسلا اه اه مسلا خزامات مسلا وفيها بمليارات مش عارف فلوس فيحط شركة تأمين لانه لا يقدرش يتعامل يتعامل مع الرسك ما يقدرش يعمل معه فبيعملوا ترانسفير او يعملوا انه يحاول بقى يعمل مش عارف ايه يقالله طبعا انت عارف بقى قصة بتاع الريسك الناس اللي هي فاهمة اللي هو ان انت تتجنب بالريسك او تعمل له او تعمل له او تحط انت خط الطوارئ اللي هو اللي قصة انت عارفينها بتاعت الرسك عش هتكلم فيها دلوقتي. مقول اللي عملوا الار سي ام اه ار سي ام ثري يعني انت ممكن تقول ان الار سي ام سري دي ما هي الا كده هي الى ار سي ام تو اللي احنا عارفينها كلنا لو بيشتغل بيها زائد عملية رسك ما نجد. طبعا الكتاب بتاع ماروس ما جابش يسحر يعني. الكلام ده قريدي موجود اصلا في الشهادة بتاعة الكامة يعني. يا شهادة الكامة هتلاقي فيه كل الكلام ده. بس متفصل. يعني مفصول عن بعضيه. هو عمل زي زي او عمل يدخل كل ده في بعضيه. وان كان هو لسه يعني مش مستخدم بمش مستخدم بكثرة. بس انا حبيت اعمل في اعمل عليه يعني. بحس انت عارف ان في حاجة اسمها رسي ام آآ رسي ام سري. الارسي ام سري طبعا لما تيجي تتكلم عنها هتلاقي كل آآ فوائدها. كل القصة كل القصة هتتكلم فيها دي اللي انا قلته ده كل. هتلاقي برضو المنهجية ومش عارف ايه. والخمسة والخمسين الف مع الواحة والتلاتين الف. وانه هو آآ بي آآ بتبقى مور سيف. والكلام ده كله مرتبط مع الاندستري فور. كلام اللي انت عارفه ده. والكلام ده ايه دخلنا في الجيل الرابع. اللي احنا قلناه كله هو ده اللي هي القصة بتاعت الايه? بتاعت الارسي ام سري. طبعا الارسي ام سري آآ آآ زي ما دي بتاعتها هي برضو ديها شوية نفس الكلام بالزبط. بس انا حطولها بحيث لو انت خدت البي دي اف ولا حاجة تبقى انت خدت اوفر فيو على القصة كلها يعني. طبعا البي دي اف دوت عيكون موجود على اله بينزل على الموقع بتاع الواسر شعباد دوتكم ده عارفينه. آآ بينزل على الفيديو بينزل على البي دي اف. لو انت عاوز يعني تعال محافظة. خلاص الموضوع باختصار يعني. طبعا الكلام ده حتى زي اللحظة كل الناس شغالة ارسي ام تو. ارسي ام تو. وان كان آآ آآ ريلي صوفت. تعافيني شكات ريلي صوفت. آآ اللي هي بتعمل بتاع المنترنز. عامل صوفت ور اسمه بلاس بلاس. ده مع 우리 بصوص بياه تو يعني. يعني يعني ارسي ام تو يعني آآ آآ ده من الصوفت ور المحترم جدا. الو بيطلع في الاخر والو انا قبلي كده في فيه قبلي كده كان اسمه يعني كنت انا عامله معاكم آآ و emulateك ازاي بنستخدمه وازاي بنطلع منه الإ جيلي هو ال ارسي ام تو دوت آآ fue المزة فيه ان مجمع كل حاجة بتاقي. مجمع لها كل لدى استاندرز. طبعا فيه ستاندردددددد اعمل استاندرددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد boards وهم ايام ا게 bersاعداش، ع standaryd a 10-11 و 10-12 وفيه Shari standarydb يعني وحط برضو اسئلة خاصة بالريسك عشان يقولوا اللي هم ايه بيواجبوا الارسي ام سري والكلاب ده كله فحطوا اسئلة خاصة بيه يعني انت شغال بيسألك اسئلة على هل انت داعي يعمل مشكلة المشكلة بايه يعني بيدخلك في الحتة بتاعت الريسك بيزد اه بتاعت الارسي ام سري وفي البرنامج ده في الاخر بيطلع لك برضو بيديك بيخترق الاكشن وبيديك بيديك بيديك شوية اه اه تسقاط تختار منها هتعمل كزا ولا كزا ولا كزا ولا كزا في البرنامج بصراحة محترم جدا وان كان غالي لكن بيلم الدنيا دي كلها لو انت مش عاوز تعمل حاجة بيدك يعني يعني بيخليك يعني بيديك الموضوع واحدة واحدة كده في حيث اللي انت تبقى انت فهم الموضوع. ايه اللي انت تعلمته النهاردة? عرفت اللي انت في حاجة اسمها عملة نولان. في حاجة اسمها عملة اه مبري. في حاجة اسمها ارسي ام ثري عملها ماروس باسرون. الكلام ده تم الف سمائة الف تسعمائة وسبعين الف تسعمائة واحدة سعين الفين وتسعة عشر. هو ده التطور بتاع آآ انت كالراجل شغال في المجال هتشتغل في ايه? احنا شغالين ارسي ام ثو. احنا شغالين ارسي ام ثو حتى زي اللحظة. طب ليه احنا بنتكلم ارسي ام ثري عشان يبقى مواجبين يعني بيعرفين اللي بيحصل. لان الناس شغالة ارسي ام ثو بتاخد برضو الريسك اللي واحدة بتدرسه. هالموضوع اتس اوكي وسيتل والامور ماشية يعني. الفكر بتاع ماروس اه طبعا فكر كويس وكل حاجة. بس انا شايف ان هو عشان يعني يخش في يعني يخش في الحياة الصناعية يعني. وده موقعة شوية. لان فكر مبري كان فكر محدد وظريف ووضح. وكان الفريم واضح. بسببتوا عارفين طور الحياة. يعني طور الحياة. اه فالفكرة كلها اني الارسي الارسي المصري من الحاجات اللي هي يعني اه كويسة جدا. ولو انت عايسة عاوس كيس سطادي الكتاب بتاع الارسي المصري في حوالي خمسة كيس سطادي. يعني خمسة كيس سطادي مارس بسهم اه اه يعني حطاها. بحيس لو الناس عاوزة تعرف ويشغالها ازاي. لانه ما عملهاش الا بعد منافذها في شوية اه مشاريع. اه اه بعد كده عمل الكتاب. يعني واجه في لحظة كده قال ايه? انا لقيت طيقة شغالة. تب ليه انا? تب ليه انا ما عملش اه ما عملش كتاب ووضحها الناس. يازر بست منتنا تصدق حلوة. حلوة ماشي عام كريم. ماشي. ماشي عام كريم. ربنا احفظك. ماشي. فيا انا حاولت بقدر ان كانتوا عارفين انا مدحبش ازود عن ساعة. حاولت بقدر ان كان انا وضح لكم الفرق بين التلاتة. اه اه فطبعا لو في اي اسئلة انا يعني ايه معاكو. لو في حد عنده اسئلة ممكن يسأل انا ممكن ارد بسرعة. المشكلة ان الكتاب اه مش متوفر. انت عارف يا جورج دي حاجات من فاشة الف يعني. ماشي. مش عايف ولك يا جورج والله. طبعا اه يا ايه طبعا كويس. الكتب بتاعت الاي ايم كويسة. لكن انا انصحك بالشات الكامل فيها محترم لما كل الدنيا يعني بصراحة. يعني من الشيادات المحترمة جدا الكامة. لما كل الدنيا بصراحة فيها كمية يعني كمية اه معلومات فيزيك المتنائية زيانة. اه ايه تاني اه الهزب محتاجين افنت على الهزب. نعمل افنت على الهزب. ايه المشكلة? خلاص المرة الجاية ان شاء الله نعمل افنت على الهزب. وقريدكم برضو ايه? اه اجب لكم بروشيكت صغير كده اشتاح لكم عليه ما عنديش مشكلة كثيرة كده كنت انا عملته. ممكن اه نتكلم على الهزب في افنت الجاي. حاضر. ممكن نخليه. ابدأ بالسي ام ار بي. سيرتفايد من سيرتفايد من سيرتفايد من سيرتفايد البروفيشنال. عاد سعبك كتير. وبعد كده ممكن بقى تخش شهادات تانية. لان فيه شهادات كتير يعني. اه ممكن نقول على سيرتفايد انه بيتعابل معايا. اتفاهم فكرة يعني فكرة ما جاتش موجودة في الارسي امتو. اه فكرة ابنوية يتعامل ازاي ما كانتش موجودة في الايه? في الارسي امتو. فانت ممكن تقول ان هي عبارة عن فلير مود افكت اناليسي الصح. وكارتيكالاتي اناليسيز. ماشي. وي كمان. وي كمان كده. واكشن. اه ممكن تقول كل ده. بس الارسي امتو. اه 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 فلير مود اه افكت كاريكالاتي اناليسيز واكشنز كمان. دكتور معلش لخيالتي متأخر المحاضرة هتسجل ان شاء الله. لا ارام انت يعني ايه سؤال يعني دي سؤال انتويتف لقاوي بديه يعني. بس بسرعة اقول لك هي هي الوظيفة ان هي تكون متاحة. ان هي تكون متاحة بيلزم حاجتين. ان هي تكون يعني تشتغل وتتصلح بسرعة. فتبقى تهمت حاجة? يعني في حاجتين وحاجة اسمها المنتنابلتي. ان هي تكون شغالة. المنتنابلتي اللي يعني تتصلح بسرعة. فده معناها ان هي شوف كلمتينه بس زي في قد المهندس جابل. ما تغيبش عمنا فترة جبيرة. عناية. ربنا يحفظ الجزاء والله خيرا. لينك تسجيل الشهادات يا جماعة لو حد عاو يسجل في الشهادات. وبعد ال سي ام ار بي. خد بس السي ام ار بي عن مصطفى وبعد كده اقول لك الخطوة اللي بعدية. هي خطوة خطوة تبشيها يعني الخطوة خطوة. ربنا يبارك فيك. اه ربنا يبارك فيك. اي اي اسي باهر مش عارفة. اه فيه طبعا اي اسي بس اشهر حاجة اللي هو العشر احداشر يا باهر ده. ال اي اسي ده اوروبي. في ال اسي اي هو ده اللي مشهور مشغلين بيه. اللي هو عشر احداشر وعشر اتناشر. اه 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 والله الار سي ام انا كنت بديها لشركات بس ما فيش كورس حاليا نسمه ارسي ام يعني. يعني اه بديها لشركة. لاني مفيش اقبال عليها كاندفيدول لاني ملهاش شهادة. فلايمن الشركات اللي بتاخدها. اه تسلم الدكتور عاوزين شوية حاضر ان شاء الله بيزن الله بقى الناس حاضر. اه شكرا جزيزي الدكتور اول مرة لا تحتامرك حبيب ربنا يحفظك. اي اه حبيب ربنا يبارك فيك. ده فضل من ربنا الله يكرمك. التسجيل هيكون فين يا دكتور. فيه لينك اه بلال موجود نازل في الشارق. بص على في الشات. هنا. اه نزول لجماعينك التعشادات تاني. ربنا يبرك فيكم. و الله يا ربنا يبرك فيك. ربنا يجعله في مزان حسناتنا. ربنا يجعله في مزان حسناتنا. ربنا يبارك فيك. آآ ربنا يبرك فيكم. اللنك التسجيل هو. اتمنى تكونوا اتبسطوا من الاa من اليفنت. وطبعا لو في حد فيكو عنده اي اسئلة ولا حاجة ممكن يتواصل معي عندنا عندي اvin interesting tracks انا بس بحاول فريفينتز دي اللي انا افتح مواضيع يعني لان احنا ساعة بندردش مع بعض شوية ولو حد عنده سؤال ولا حاجة وبفعلكم موضوع بحيث لو انت عاوز تقرأ فيه او انت عاوز ربنا احفظك ربنا بارك فيه لو انت عاوز تتوسع فيه محتاجين اي حاجة انا موجود وانجينينج تراكس معروفة اه انجينينج تراكس على طول براء على طول يعني يتواصل معهم وما فيش اي مشاكل لو فيه حاجة يوصلك بيه يعني انجينينج تراكس وصل معهم لو فيه اي حاجة يوصلك بيه ربنا يبارك فيكم وان شاء الله بإذن الله موفقين وشكرا جزيلا لكم وكل عام وانتم بخير وشوفكم ان شاء الله بإذن الله في فريفينتز مقبلة على خير دمتم في امان الله وإلى اللقاء في فعاليات اخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته